قبل وطنية للأطباء العامين مساء الخير بروفيسور مساء الخير استمعت لتصريح الأخت الشقيقة واستمعت الآن لتصريح البروفيسور محمد بوعروج حول هذه القضية كيف تفسيرها أولا نحييه البروفيسور محمد بوعروج تصنيف هذا الحادث في خطأ طبي نظن سابق لأوانه لأنه الآن الفارق الطبي راح باش يقدم علاج وصرح حادث وكان الأستاذ صرح وقال باللي ما هوش على بالهم سيستم ديفود وفابريكاسيون يعني الصنع تعلان ترانيول هذه ما هيش إبراء كلهم مخدم من البلاستيك وإلا وقع حادث كما يوقع في كل المستشفيات وفي كل المرأة حاملة عندها 8 شهر على حسب ما نفهم وهي مصابة بمرض السكري الآن بعد ما اخداول رأي الفارق المختص في طب الأوعية وشاريين تأخذ قرار بأنه في الظروف الحالية ما يتمش التطرق إلى الإدراع وإنما التركيز على الحمد على المرأة وليكيليبراس بوينكيليبريل وديابات هذا قرار في رأي قرار وجه ويمشي في مصلحة المريضة هذه لتعرض لحد هذا فيما يخص الحمل على مقربة من الولادة كل هذه الأمور إذا كان ما عندهاش مشكلة في مرض السكري هذا شيء والحمد حمل عادي فمن مصلحة المريضة أنها تبقى في البيت وتبقى في اتصال مع الفريق الطبي أما إذا كان الحمل وإلا الإبرة التي في وجهها في يدها ممكن يؤدي إلى نانفيكسيون أو لا في هذه الحالة يجب تقديم لها العلاج المناسب أم هاد الوضعية سيد صالح العوار هناك إمكانية أن تكون هناك أعراض جانبها بعد ما تعرضت لهذه الحادثة لا نظن بكل صراحة لا نظن لأن هنا أخذوا كل الإجراءات التي تمشي في صالح المريض لأن مسؤولية رهيم حدا هنا فريق معين تاخد إتصال مع فرق مختصة في باتنا وفي قسنتينة هذا الفرق خدات قرارات وهي بسؤولة على القرارات والتي أنا في ظني كطبيب تمشي في مصلحة المريضة أما ما يتعلق بالتصرفات أو التهجمات التي سمعنا أخت المريضات المريضة لا يترقب بالمستشفى نحن كأطباء ولا كنقبة لا نقبل بأي تصرف تعسفي في حق المريض إذا كان فيه تصرف هذا نستند إلى أقوال إلى أقوال الأخت نحن مع حقوق المريض كاملة والطبيب هو يصهر على ضمان حقوق المريض في كل الأحوال لهذا نحن نقاوم مع المريضة الآن أنا نظن ما لازمش ضخموا القضية ونخرجوها من إطارها الصحيح وهي نظن إلى حد الساعة وعلى حساب التصريحات التي نسمعناها في طريق الصحيح وما كان حتى خطر ربما اللي راح يقيس هذا المرأة هذا البلاستيك هذا ستنبرودو إينارت يعني ما راح يسبب مشاكل وراه في الوارد راو دون زينفان يعني اللي يجيب دم لهنا يقدر يريع عشر يام خمستاش يوم حتى شهر ما يسبب حتى أي خاطر على المريضة هذه طيب نعود مرة تانية لبروفيسور محمد بوعروج رئيس مصلحة الولادة بروفيسور لازلت معنا على المباشر نعود لك مرة تانية سيد صالح العور إذا تحدثنا عن قطاع الصحة لماذا أصبحنا اليوم نشهد مثل هذه الظواهر سيدات تفقد حياتها أو تفقد الأجنة أو حتى الأجنة يولدون بتشوهات وغير من هذه الأمور واقع الصحة اليوم في الجزائر هل أصبح أنه صعيب أنه نتكفل بمثل هذه الحالات لماذا في رأيك سيد صالح هذا يرجع لعدة عوامل من أهمها أولا النمو الديمغرافي اللي راح مرتفع في الجزائر بالنسبة للسنوات اللي مادت ويكوننا تحكمنا شوية في هذا النمو الديمغرافي الآن أصبحت مليون ومئتين مليون وثلاثمائة ألف ولادة في السنة بالمقابل لم يكن فيه مؤسسات جديدة اللي كانت حضرناها يعني باش نستقبلوا هذا العدد الهائل من الولادات أسباب أخرى كما عاد موجود مخطط وطني لتكفل بالمرأة الحامل وبالأمومة وبالرضع الجدد نشوفه اليوم اختلال كبير بين مصالح الولادات في القطع العام وكذلك في القطع الخاص ما فيش تنسيق تماماً كل واحد يشتغل بطريقته وما فيش يعني تكامل بين كل هذا القطعات تشوفي مرأة تروح تبع الحم عن طبيب خاص وما تصل ست شهور سبعة شهور تروح باش تدير ميل فما توجود من دير ميل فتاحها ولا في القطع العام العيادات الخاصة ما تقدرش تستوعب بكل الولادات لأن الإمكانيات محدودة وما تاخدش كل الحالات لأن الحالات المعقدة ربما يقولون أنهم تروحوا لمسجفية الكبرى ولا العيادات العمومية زيادة على ذلك لما المريضة تمشي من القطع الخاص أو حتى معنى طبيب إلى طبيب آخر من القطع الخاص إلى القطع العام وما في بعض الحالات من القطع العام يعني بين مؤسسة ومؤسسة أخرى ما عندهاش ميلف وتوصل بميلف غير موجود ولا بميلف ناقص بطبيعة الحال في هذه الحالات ممكن توقع فيها مشاكل لتكفل بالمرأة الحاملة في الجزائر ولهذا وضعت هذا المخطط ورهم يعني بشي يوضعه ولكن في غياب الإصلاحات التي تقررها القانون الصحة جديد وفي غياب يعني إعادة النظر الشامل في الخريطة الصحية وكيفية تكفل بكل أمراض لأنه في الحقيقة في غياب كل هذا ما رحش نوصل لنا نتجا وخاصة نعرف بلأن الحمل هو حالة طبيعية المرأة لما تكون حاملة لا تشوفوا فيها كمرأة مارضة وهي مرأة حاملة بحمل طبيعي في غالب الأحيان يعني أكثر من 80% تبقى العشرين في الميال الأخرى اللي يكون فيها ارتفاع الغداموي للمرأة اللي يكون فيها مرض سكاري اللي يكون فيها الأمراض المزمنة ولا الأمراض يعني تعدم اللي تكون فيها تطبع بطريقة يعني مدققة ومتواصلة باش المرأة يعني تكون في صحة جيدة بعد الولادة والمولود يزيد في صحة جيدة لكن تكرار مثل هذه الحوادث ومثل هذه الأخطاء الطبية اللي يكون تصنيفها في هذه الخانة نظرا للإحصائيات لأنه بحسب الإحصائيات الأخيرة اللي كشفت أنه حوالي 40% من الأخطاء الطبية تحدث لدى النساء الحوامل في مختلف المراحل أو حتى عند عمليات مختلفة إلى متى نبقى نعاني مثل هذه الأخطاء الطبية اللي تكون في بدايتها بسيطة لكن النتيجة تكون كارثية بعيدا عن النساء سواء كانت امرأة حامل أو حتى مريض يعاني من أي مرض بسبب خطأ طبي نشوف أن حياته ما بين ليلة وضحاها تتحول إلى طريقة جد مؤسفة في واقعنا اليوم في واقع هذا الصحة لماذا لحد الساعة ما قدرناش نتكفلوا بهم من جهة ضحايا كثير رهم يعانيوا في صمت ما بين القطاع العام والقطاع الخاص تختلف الرؤية تختلف الإمكانيات بالنسبة للمرضى في حد ذاتهم هنا قلت لك يعني في تدخل أنه في غياب مخطط وما كانش يعني ريزو دو بريزون شارج تاع المرأة الحامل اللي هو مقنن يعني يدخل في إطار قانوني شكون اللي راح يشوف هذا المرأة المرة الأولى الميل فتحها كيفاش راح يمشي باش تكون انتراسابيليتي لأنه بين طبيب وطبيب آخر فيهم سؤولية شكون اللي دار خدمة تاعه وشكون اللي مدرش خدمة تاعه شكون اللي نبه وجود خاطر أو احتمال وجود خاطر أو ما نبهش لأنه لما يقول هذه المرأة عندها هذا العوامل ممكن لحملتها راح يكون فيها مشاكل يعني كي جزي للمرأة هذه لما يوصل الميل وفيه المراحلات هذه وفيه كل التحاليل وفيه كل استكشافات الفريق اللي راح يقوم يشرف على ولادة هذه المرأة يكون عنده كل معطيات اللي تخليه يعمل وهو مرتاح يعني ويكون يعمل في ضمان بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للحملتها هذا ما يجب وضعه وهو كل الطبيب وكل يعني قابلة وكل كانت في قطع الخاص ولا في قطع العام يخدموا في إطار واحد ملف واحد وتكون فيه كما قلو تتبع يعني فيه دي تخاص دي تخاص بيليتي كل واحد يحط البصمة تاعه في الملف هذا لهذا ما تكونش تهرب من المسكولية لأنه واحد يقول لك نوز لآخر يدار هكذا لآخر يقول لك هذا كيف والتهرب في المسئولية هو اللي عادة يصعب من عملية تحقيق في مثل هذا القضايا قضايا الأخطاء الطبية لعادة ما يدفع ثمنها الضحية بحد ذاته لأنه لما نعمل في الفوضة نتهرب من المسئولية لما نعمل في إطار منظم وفي إطار مقنن وفي إطار يعني اللي تكون في الإمكانيات كلها متوفرة والإمكانيات بسبب ذكر موجودة يعني ما هيش ناقصها إمكانيات موجودة ولكن سوء لإستعمال ذلك الإمكانيات سوء الإمكانيات المادية والبشرية يؤدي بهذا نتائج سلبية اللي في الحقيقة اللي كان نستعملهم بطريقة عقلانية وبطريقة منظمة وفي إطار منظم راح نكون نتائج جيدة قدرنا في سابق يعني بقلة الإمكانيات ولكن بوجود تنظيم وبوجود يعني بلوس تجيع وإرادة قدرنا باش نمشي خطبة كبيرة في هذا الميدان ولكن مع الأسف في سنوات الأخيرة رانا تقهقر في هذا النظام طيب من وجه هذا رقم من وجهة نظركم سيد صلح العور ما هي الإمكانيات والإجراءات الاستحجالية لابد أن نتخذها في مثل هذه الحالات خاصة حالات الضحايا الطبية من جهة من جهة ثانية ما الواجب العمل به وزارة الصحة تعمل من خلال العمل على إصدار دليل شفنا دليل المرأة الحامل وكذلك من خلال المتابعة هذا في الجانب إذا كانت المرأة الحامل لكن في العموم الأخطاء الطبية اللي يتعرض لها العديد من الجزائريين ما الواجب كيف أو كيف لابد أن نتعامل مع هذه القضايا حتى المريض لما يتعرض لمثل هذا الخطأ ياخد حقه هو نقطة أساسية لأن حقوق المريض والمواطن فيما يخص صحة تعه هي حقوق مكرسة قانونا ولهذا ما لازمش نسرعه باش نصنفه أي حادثة توقع في خانة الخطأ الطبي لأن الخطأ الطبي يخضع إلى تعريف دقيق وكما تعرف بالطبي ما هو ملزم بالنتائج ولكن ملزم بوضع كل ما الإمكانيات وكل ما يملك في وصعه لتقديم أحسن علاج إلى المريض تعه إذا كان فيه عائلة أو مريض يظن بأنه تعرض إلى خطأ طبي قانون واضح في هذه الحالة وهو أن يتقدم بوضع الشكوى لدى مجلس إخلاقيات البحنة وهو مخوّل قانونا باتخاذ الإجراءات والتحقيق في صحة ما إذا حقيقة موجود خطأ طبي ولا غير موجود وبالمناسبة القانون لقانون مجلس إخلاقيات المهنة هو في صالح المريض وليس في صالح الفيق الطبية لهذا ما لازم نسرعه ونقول في خطأ إذا كان نظن فيه تقسير أو فيه إهمال لأن عديد الحالات تقول بأنه تعرضت إلى إهمال تعرضت إلى تقسير من خلال التماطل في التكفل بهذه الحالة وغيرها من الأمور التي تحدث في مستشفياتنا وأنتم أدر بذلك سيد صالح إذا كان فيه نحن لا نستطيع أن نفعه ولا نأكد نحن نقول لكن توجد مثل هذه الحوالي توجد كما توجد في الجزائر كما توجد في الدول كل بلد العالم ولكن نحن لا نسرعه كما في الحادثة هذه اللي هدرنا عليها تعال إبرة نحن نرى أن نتسرعه نقوله بالخطأ طبي الوركي هو ما كانش خطأ طبي هنا إحنا كان حادث هنا سيدون ممكن الإبرة هذه اللي هي بلاستيك ما هيش من حادث تكسرت البراندفود وربما تكسرت لسبب ما ولكن ما فيش نية لارتكاب خطأ وما كانش فيه نية لعدم تقديم العلاج لكن عادة عادة لما يرتكب كذلك الخطأ طبي ما تكونش هناك نية في كثير من الأحيان الطبيب قد يخطأ لا قد يخطأ هنا ما فيش حارة بعد موجود النية لأنه الطبيب في الأول وفي الأخير لا ينقذ لا مهمته مهما نبيلة يعني حتى نفرق شكرا هذا هو الفرق اللي رأينا نبه له أنه إذا كان إنسان ما قامش بخطأ يعني عامدي سبانو بسيد فولنتير مش يتسبب بطريقة أو بأخرى بإلحاق الضرر بالمريض تعوي إذا كان تكفل له كل إمكانيات اللي تلزم ولكن في النهاية النتيجة ما كانتش هنا الطبيب غير ملزم بالنتجة ولكن بيقول لك ملزم بتقديم أحسن العلاج وأحسن الرعاية وتكفل المريض تعوي جزيل الشكر لك سيد صلح العو ورئيسنا قبل وطني الأطبياء العامين نتمنى أن نواقع الصحة في أفاق 2019 إن شاء الله يتغير من الحسن للأحسن جزيل الشكر لك على كل هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر